لكن دايماً طول ما أنت بكون رد فعلي دي بتقاشي كويسة خالص لا بسيك كمان بصوا لو كنت قم بتلقع علاقات زي محمد شريف محمد شريف ده يعني تحروقاته خطيرة جداً صح تحروق يعني خطر بيجري في رندد شانالز دايماً بيجري في وسط الديفنس وبيعرف في التوقيت بيجريها كويس لازم تبقى فاق لازم تبقى عارق لأ بالضبط انت عارف الراجل بقى هي دي قوته وخصوصاً كمان إنه انت عرفة ربقان برحبه معه كورة يعني في الأساس عنده وقت عاكورة عنده وقت عاكورة هتعابة طويلة اللي يبني عنه نرجع خطوتين يعني كان مفروض رأي فاق خطوتين شوية على الأقل ما يبقاش على خط واحد هو محمد شريف دي مشكلة جبالة جداً انت و الفرد وعلى خط واحد وانت أكيد عارف الكلام ده كويس جداً انت بتفرح لما تلاقي الماساك واقف جنبك فدي مشكلة لكن طول ما هو قف ضهرك ونفسه في فاكزة ما احنا بنقول كده كرة زمان طول ما اطلع يشرب يشرب معاه فاكر انت الكلام ده ده كان بيزود عندك الماركينج المانتو مان انا شايف حتة برضو اربعة اللي بنلعب بها الفترة الاخيرة دي المدربين مهتمية بالترحيل اكتر من المانتو مان انا مش هفضل طول الماتش هرحن في وقت من الوقات لازم ألعب مانتو مان عشان كده المدافعين مصر كلها عندها مشكلة اول ما الكرة عرضية بتتعامل ما بقاش في الماركينج بتاع زمان وانت بتلعب زمان وانا فاكر يمكن لعبت عليك لأفكرك ماتش بترجدت والزمالك وجاي ضرب الجزائي وانت ضاعتها فاكر انك سيبنا بتقريك انا وليس اللي مانا جابت الجول فانت لعبت انا كان في ستادي الماولين برافو عليك انت مجرد ما نزلت انا خلاص هنلزق في دهرك انا مش لعب الماتش كل هو بص التعامل في الكرات العرضية كريم لما بتلعب اربعة غير اللي مابتلعب التلاتة لمابتلعب اربعة لازم السنتر باك اللي نحيته الكوره ما يخرج شه برا حزا العيم لازم دايماً ما يخرج شه يا رد ق يا رددということCRI foot عشان ما يفطليش الستة ده على المساك التاني لازم بقى المساك التاني كما تكولو الي هو المدافعين دلواتي ما بينوش في مصر لازم المساك التاني اللي رأس هربه دي يبقى رأس هربه في سدرو صح أنا ما بيعبش زونال، مش كله زون السنتر باك الأولاني زون إنما السنتر باك الثانية لازم أرغبه في صدره ولازم أرغبه العكسي، أنا مغطي في الحتة دي لو جاي واحد عالبيدع في صدري أنا ما بشوفش الكلام ده بيحصل نهائي ولا بيتحسد، ولا بيتعدل، ولا بيتطور في كل الفناء اللي في مصر ده اللي أنا بتكلم عليه كل مدافعين مصر دلوقتي مجرد ما الرجل بيوصل على خط الخصم بالنسبة لك ويرفع على الكرة سهل جداً أنت تهرب من المدافع اللي معك لأنه كله دايماً بيكون بص على الكرة بس مفيش حد بيبص دايماً كنا احنا متعلمين كده وده اللي اشتغلنا عليه عينك على الكرة وعينك على راس الحال عارف واحدة من الحاجات المهمة كريمة، أنا دايماً هنا في البرنامج يعني بيبقى هدف الأول التطوير أنا عايز إن إحنا نقول التطوير فيها ندية كبيرة زي آيكس مثلا، تعرف آيكس عاملين إيه؟ بيجوا القطاع النشيئين كله، طبام؟ يعني مثلاً في وقت من الأوقات وإحنا وأنا في آيكس في المرة الثانية كان يابستام يابستام، طبام؟ ماسك المدافعين بتقطع النشيئين كله، بيشتغل معهم يومين في الأسبوع يومين في الأسبوع شغلته، العيبة نص الملعب ماسكهم أرون وينتر هو شغلته إنه هو إزاي يعلم العيبة نص الملعب إنهم يفضوا وفي بداية الهجمة أنا بنادي يا جماعة الأندية، كل الأندية، إحنا عندنا كل نادي في مصر بزيت الأندية الجماعيات الكبيرة أنا عندنا أساطير بتاعتها، صح؟ بدل ما تجيبه النهاردة، أنت عايز أن تشغله وهو حقه إنه هو يشتغل في النادي بدل ما تحطه في لجنة فنية، اللي أنا مش عارف إيه اللجنة فنية دي هتعمل، تعمل إيه؟ حتى لو هو رجل، خلي موضوع اللجنة فنية دي والكلام ده للناس اللي سنها كبير قوي اللي هي خلاص ما تقدرش ربنا تديهم الصحة طبعاً كلهم، ويتطول في عمرهم لكن اعمل للدفنس مثلاً في النادي الأهلي، جيب مثلاً واحد زي ما عرفش مين بس يعني جيب مثلاً في الدفنس في النادي الأهلي مثلاً وقال الجمعة مثلاً وقال الجمعة مثلاً جيب واحد أفيلبل يعني واحد جيب مثلاً اللي مرتين في الأسبوع، إزاي يتعامل مع الكرات العرضية، إزاي النهاردة أنه هو الرجل يبقى فسده ومحدش هاقف يعلمهم، إيه اللي الناس دي؟ المهاجمين، جيب للمهاجمين مثلاً إيه المانا أنت تجيب واحد من، جيب بلال يعني، في النادي الزمالك جيب جمال حمزة، يعلمهم فينش النهاردة يعلمه إزاي النهارة لما يروح للجنة، إزاي نهارة لما ينفرد إزاي جمال كان مستو كمان الفنت بتاعه أنه هو يعمل كده ويروح عامل كده، لازم ينقل خباراته دي للناشئين زي تياري هان ريلي مدرب منتخب المهاجمين، وعلى فكرة، وإحنا في أكس زمامة كريم، كان فان باستن شغلته أنه هو بيدرب المهاجمين تعرفاني الأول، ملوش دعب الجهاز، كان بيقعد معنا نص ساعة، فتخيل بقى أن فان باستن بيدربك يعني أنا مكتف سادة الفان باستن بيمراني، فعلمني، الشؤاية اللي اشتغل معهم علي، زودني جداً، لنبتدى يعلمني إزاي أن أنا لازم أخد خطوة على جنب، وأنا بستلم عشان أبعد على السنتر باكو، وأنا بستلم دايماً بجنبي ما باش بستلم على طول وظاهر الرجون، تعلمت حاجات منه، تعلمت من خبراته، من خبرات ليه، الأن ديه هتخذ منه حاجات كتيرة جداً، بخصوصاً عنده خبرات كتيرة جداً، وكل النجوم اللي إحنا بنتكلم عنها، عندها خبرات كتيرة جداً، بيبقى كمان حتة الإقناع النهاردة، إن أنا زم أنت بتتكلم، ما ينفعش واحد يمراً حرس مرمو، ما وقانش حرس مرمو، النهاردة لما تيجي إنت كميد وبيتكلم مثلاً مع ناشئك في الزمالك رأس حربة، وتقول له خدها يمين، خدها شمال، لازم تقطعها، حد الحليم علي، طبعاً ناس كتيرة جداً، هيتقبل منك طبعاً، 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 يعني، لا، جمال على الحميق، كابتك الجمال في مجلس الإدارة، أنت تردين أفدها، سياسر، وهو رغل ينزل منه مجلس الإدارة ينزل مرر، كابتك الجمال طبعاً دخن أسطورة كبيرة